السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته حديثنا اليوم عن ضعف الشخصية التي يعاني منها بعض الناس خصوصا الشباب معنا شكاية من شاب يدعي بأنه ضعيف الشخصية يتصف بالخجل الشديد ولا يستطيع اتخاذ قرار في حياته هذا جعله فشلا في دراسته وفي البحث عن العمل وحتى في العلاقة العاطفية ومن ثم قال ضعف شخصيتي دمر حياتي يسأل ما هي النصيحة للخروج من هذه الحالة هذا الشاب يقول بأنه في الخامس والعشرين من عمره شخصيته ضعيفة يخشى مواجهة الناس يقول أشعر بالخوف الشديد حتى حينما يهينني شخص لا أستطيع الرد عليه فألود بالفرار وهذا أدى بإلى الفشل في دراستي وحاولت إيجاد بديل آخر أملأ به حياتي فلم أفلح مع مروري الأيام كرهت الحياة والأحياء وصعت أفضل الإنعزال عن الأصدقاء وعن كل الناس بدأت أشعر بالهرم من الداخل الهرم النفسي ولكن بعد مدة تعرفت على فتاة فأردت أن أربط مع علاقة بقصد الزواج فلم أفلح كتمت عواطفي في صدري وبقيت نفسي تتعدب أشعر بالوحدة أنا شريد وأنا ضائع سببي هو الخجل وضعف الشخصية وعدم القدرة لاتقاد أي قرار وأشعر بأن حياتي لم يعد لها قيمة ولهذا أفكر كثيرا في الموت ما شاء الله هذا الرسالة للهج شاب هي ربما تلخص حالات من الناس ربما بيننا عندهم نفس الإحساس والسبب هو ضعف الشخصية مقابلها هي الشخصية القوية الإنسان الذي يمتلك شخصية قوية يكون يمتلك مفتاح لأبواب النجاح الناس كلهم يحبون امتلاك شخصية قوية واثقة وقادرة على إيجاد الحلول كل من يملك شخصية قوية تكون له مكان اجتماعي بين الناس ويكون قادرا على الاستفادة من إمكانيته ويكون ناجحا في دراسته في عمليه في كل شيء أما الإنسان الضعيف هذا دوما يكون معرض للفشل لعدم قدرته على تحقيق أهدافه وأولا نريد أن ننبه بأن ضعف الشخصية وقل تقدير الدات هذه لها أسباب عديدة إنسان لا يقدر داته يشعر بأنه ضعيف وأنه متردد وأنه خجول وأنه دو المستوى فكره يقول له هكذا الأسباب قد يكون أنه متعلق بالماضي وقعت له تجارب مؤلمة وبقيت راسخة في دهنه ولم يستطع أن يتنساها هذا مشكل كلنا عندنا تجارب مؤلمة في الماضي لكن ننسى ونقلب الصفحة أما الذي يتذكر الماضي ويجر معه جميع التجارب الجارحة والمؤلمة ستؤدي به إلى ضعف الشخصية كذلك كان لك يسمع التجارب الفاشلة للآخرين يسمع دائما بأن الإنسان لم ينجح والإنسان لم يفلح والإنسان مع مرمغ يطفر يبقى دائما هذا الكلام يأثر فيه بشكل كبير ويتجاهل بالمقابل قصص النجاح دوك اللي بدو من الصفر واستطاعوا أن يصلوا إلى النجاح ودوك اللي كانوا عندهم تشموا أنهل واستطاعوا أنهم يخلقوا المفاجأة يتجاهل قصص النجاح ضعيف الشخصية يملكه الخوف ويملكه القلق من المواجهة لا يقدر أن يواجه وهذا مشكل كبير مع أن الله تلقى لنا فلا اقتحم العقبة المواجهة هي مهمة لكي تتخلص من كل هذه المؤثرة السلبية ثم ضعيف الشخصية كي يغلب عنه الكسل ما عنده شروح الاجتهاد ولا يكد يخطط لحياته وإذا خطط لا يستطيع أن ينفد وإذا نفد ما عنده شروعي للمستقبل فكي تلقى دائما في وحد دائرة مغلقة هذا يؤدي به إلى الاستسلام واليأس وعدم تكرر المحاولة كلما يأس وفشل تكرر المحاولة الناجحين لماذا صاروا ناجحين؟ لأنهم يكررون المحاولة ليس عيبا أن تفشل ولكن العيب أن لا تكرر مرة ثانية عسى أن تصل إلى النجاح فضعيف الشخصية يشعر بالتعب والإرهاق وبالتالي يستسلم هذا الشاب نقول له أن كل هذا الحالة اللي قلت لنا أنك كتعاني منها من خجال ومن يأس ومن شعور بالتذمر كل هذا ليس وليد لحظة هذه التراكمات دي الماضي تراكمات لخبرات سلبية سابقة منذ الطفولة والإنسان بقى كيخب هذه التراكمات يفتقد القدرة على أنه يواجه الحياة ثم الإنسان يجدد حياته بشي يكتسب مهارات اجتماعية جديدة يتواصل مع الناس ينفتح على الناس ويخرج من الدائرة المغلقة وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت والصبر ويحتاج خصوصا إلى إرادة وعزمة اللي عنده الإرادة واللي عنده العزمة يستطيع أن ينسى الماضي وكي اللي عنده القدرة في لحظة أنه يقطع حبل التفكير حبل التفكير الذي يشدني إلى الماضي كنقوم بالقطع دياله وكي في السنة واحد العالم ديال النفس قال لك بحل غتغوض الردو على الماضي بحل عندك واحد المحل تجاري غتسد الباب وتهود الردو كأن شيئا لم يقع ثم ينبغي للإنسان أن يعزز ثقاثه بنفسه من خلال الحوار الإيجابي مع الدات إحنا كنتكلم مع الناس كثير ولكن هل نتكلم مع دوتنا هل نتكلم مع أنفسنا الناس اللي كدروا اليوغا وكدروا الإشرق الروحي ما يسمى الهيرفانة وغيرها هذه السلوكات كتخليك تعرف على الدات ديالك كتتكلم مع نفسك كتحاور نفسك لأن الناس كيتحاوروا مع الجميع وكينسى نفسه وإذا تكلم مع نفسك يتكلم بطريقة سلبية هذا كله يؤدي إلى ضعف شخصية لابد أنك تحاور نفسك وداتك حوارا إيجابيا وتركز على نقط التميز كل واحد فينا عنده نقط سلبية في نفسه وفي حياته ونقط إيجابية المتفائل كينظر إلى النقط الإيجابية وكيبقى دائما يعزز ثقة بنفسه أما المتشائم فكيبقى يشوف غير النقصا لعنده إما في شكله إما في سنوكه إما في ثقافته إما في وسطه فكيبقى دائما كيشعر بأنه ضعيف لأهدى تفكير خاطئ ثم كنقلها الشاب ولكل من يعاني من ضعف شخصية أن الإنسان عليه أن يتعرف على أصدقاء جدد غير الأصدقاء اللي كانوا من قبل ربما بعضهم هو الذي غرس فيك الخوف والقلق والتدمر تقرب إلى أشخاص آخرين يكونوا طيبين في نفسهم يحبونك بصدق ويحترمونك بحق ويكونوا إيجابيين كدقاهم دائما مبتسمين دائما مقبلين على الحياة وخيف شل يقول لك ما شي مشكل غدا يصبح يوم جديد ونبدأ الدور من جديد وأستفيد من أخطائي لأن الناجحين إنما هم استفادوا من أخطائهم ونتجنب الأشخاص الذين يسيئون إلينا كين بعض الأشخاص طبيعتهم هكذا الإساءة النقد اللادع بعض الأشخاص يقللون من احترامك هؤلاء حاولوا تجنبهم إذا كانوا في العائلة في المحيط في الجيران أصدقاء العمل تجنبهم أو تجاهلهم لأنك إذا بقيتك تسمع لهم غد يبقوا دائما حل يحملون معولا ويكسرون في ذاتك ونفسك حاول أنك تبحث عن الأشخاص الإيجابين طيبين وتكتسب القدرة والمهارة على مواجهة هؤلاء السيئين ولا تتأثر بهم جميل جدا كنقول هذا الشاب ولمثله أن يمارس الرياضة الرياضة مهمة للغاية لك يعاني من ضعف الشخصية باشي تقوى خصوة يلعب الرياضة لأن فيها نفع للجسم ونفع للنفس وتكون الرياضة جماعية لأن الإنسان كلما لعب رياضة جماعية إما كرة القدام وإما أي مشاكلها يكون مع الجماعة كي يبقى دائما كي يشعر بأنه ينتمي إلى الجماعة وأحيانا ممكن تكون الرياضة فرضية وتكون دي القوة رياضة قتالية الكاراتي أو الجدو هذه مهمة الناس اللي هم يعاني من ضعف الشخصية يدخل واحد الكلب واحد النادي رياضي ويتعلم رياضة دي القتال إما كما ذكرت الكاراتي أو الجدو مثال عنف وإنما تعزز الثقة بنفسك تعطي القدرة على الدفاع عن نفسك وقت الحاجة ثم موازة مع ذلك الإنسان ينضم إلى الجمعيات التربوية النشطة في المجتمع المدني وكثيرا جمعيات تربوية ثقافية هذه فرصة ليمتلك المهارات الاجتماعية ويتعرف على أصدقاء ورفاق جدد كلما دخلت إلى هذه الجمعيات قد تعرف أن هذه الجدود ما عندكش في المعلم أتنسى الماضي وتبقى تفكر في الحاضر والمستقبل ثم كذلك ينبغي الإنسان أن يغير الأفكار والنظرة لما يقال له أو يقال عنك كالي يقول بودينة أشقل عني أشكى باش باش قيموا الحالة ديالي هذا كل خطأ لا تستمع لما يقال لك أو يقال عنك غيرت الأفكار وهذه النظرة وكن قل هذا الشاب لغيره هناك طرق كثيرة لتقوية الشخصية وزيادة الثقة بالنفس أولها أن الإنسان يكون صورة في ذهنه عن ذاته تكون إيجابية بدأ بنفسك أولا أنت تخلص من الصورة السلبية اللي كانت في الذهن ديالك ودي الصورة إيجابية عن نفسك بنيها من جديد ثم احرص على أنك تستحق الأفضل أنك عندك القدرة بأن حياتك ممكن تكون أفضل بكثير ومن الضروري أنك تعرف نقاط ضعف ديالك لتتجاوزها ونقاط القوة ديالك لتنميها أكثر فأكثر وثم يكون عندك واحد الأهداف وغايات في الحياة تصل إليها وأن تعزز التواصل مع المجتمع وتعزز التواصل مع الأفراد لأن كل ما زاد التواصل والتشارك مع الناس كازداد قوة الشخصية وثقة الفرد بنفسه ونرفق الأشخاص الإيجابيين والمتفائلين ونبعدوا من دائمي الشكوى لكي تشك كديما وكي بكي وما عاجبوا حال سلبي غادي مرضك أكثر وتجنب القلق والخوف وشجع نفسك على أن الخير في القادم القادم وأفضل ولا تقارن نفسك بالآخرين لأن كل واحد فينا عنده صفة إيجابية وسلبية ما تقارش نفسك تنتع عندك إيجابية كثيرة أكثر من الآخرين وهكذا غتبدأ بالتطور وغتبدأ بتطوير الدات ديالك وكن نختم هاد الكلمة بالتعبير عن الأسف أن هناك في المجتمع ديالنا كالقوا ناس للأسف كي يتلددون بنقد الآخرين يؤذونهم كالقوا ناس ضعفاء أو عنده واحد للحالة نفسية كيزيد عليه أكثر ناس ده والإحساس والقلوب الرقيقة وكي يسئوا لهم وهذا النسل كي يسئوا رفل حقيقة هم اللي مرض عندهم مشاعر النقص والدنيا كي يسعوا إلى إخفائها ثم يتعالون على الآخرين ويقدم شأنهم فكن قل هذا الشاب إياك أن تفكر باليأس إياك أن تقول حياتي تدمرت وانتهت الحياة جميلة تستحق أن تعيشها طولا وعرضا نستفيد من أخطائنا وننظر إلى الأمام وإذا عجزنا نرفع أكفة الضراعة إلى الباري وأقول يا ربي إني ضعيف فقوني يا ربي إني إني أشعر بالأسى فأسعد قلبي وهكذا ربك عز وجل يعطيك المدد السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة